أحمدنا الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا في مدارستنا لبعض الآيات العلمية والكونية في القرآن الكريم وأصلنا معكم إلى خواتيم صورة الرعد وقلنا أن هذه الصورة المباركة مليئة بالإشارات العلمية التي تحتاج إلى التوقف عندها لأن كل إشارة علمية في القرآن الكريم لا يمكن فهمها فهما كاملا في إطار اللغة وحدها بل لابد من إضافة الحقيقة العلمية حتى نفهم دلالة هذه الآية فهما صحيحا بعد أن نفهم دلالة الألفاظ وأسليب التعبير وقواعد اللغة لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين وجاء في خواتيم صورة الرعد قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ونجد أن هذا المعنى جاء في آية أخرى كريمة في صورة الأنبياء الآية رقم 44 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون وهتان الآيتان الكريمتان قد فسرت في القديم بمعنى مد الفتوحات الإسلامية على حساب أراضي الكفار والمشركين وأعتبر ذلك إنقاصا لأرض الكفار والمشركين من على سطح اليابسة وقال بعضهم فسرين أنه إشارة إلى موت العلماء ولكن تبقى الآية مع تسليمنا من هذه المعاني صحيحة 100% لا غبار عليها ولكن كما قلنا مرات عديدة أن الآية القرآنية الكريمة تأتي في مقام التشبيه أو المجاز أو ضرب المثل ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة نحن نرى في هذه الآية الكريمة إنقاص الأرض من أطرافها كما هائلا من المعاني كطبيعة القرآن الكريم وسبق لنا أن قلنا أن من أعظم معجزات القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة يرى فيها أهل كل عصر من المعاني ما لم يره السابقون حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما توسعت دوائرها سيبقى كلام الله فوق كلام البشر ومحتويا لكل حق يصل إليه علم البشر إنقاص الأرض من أطرافها له حقيقة مادية ملموسة فالأرض نتيجة دورانها حول محورها أمام الشمس انبعجت قليلا عند خط الاستواء وتظلتها قليلا عند القطبين قوة الطردة المركزية تدفع بقوة عند خط الاستواء أقل مما تدفع به عند محور دوران الأرض لذلك أصبح محور دوران الأرض أقل ب43 كم من طول محور الخط الاستوائي واعتبر بعض العلماء هذا إنقاصا للأرض من أطرافها لأنها عملية بطيئة تقدر بحوالي سنتيبتر في كل ألف سنة كانت منذ بدأة الأرض في الدوران وستظل إلى قيام الساعة وهي حقيقة لم يتوصل إليها علم العلماء إلا في النصف الثاني من قرن العشرين بعد أن تم تصوير الأرض من الفضاء وليس هذا فقط لأن الأرض في دورانها حول محورها تترنح وهذا الترنح يؤدي إلى ظاهرة تسمى ظاهرة الترنح اللولبي هذه الظاهرة من الترنح تجعل محور الأرض يعني يتكرر في دائرة حول النجم القطبي هذه الدائرة تتم يعني مرة كل عدة عشرات الملايين من سنين وهذا يجعل للأرض أقطار متعددة وكل هذه الأقطار تتراقص بطريقة مستمرة مع انبعاج الأرض عند خط الاستواء وتفلطحها عند القطبين وهذا معنى من معاني انقاص الأرض من أضرافها المعنى الثاني أن عوامل التعرية صخرها ربنا تبارك وتعالى لبري قمم الجبال وتسويتها بالمقافضات في دورة يسميها العلماء دورة تسوية سطح الأرض أو هذه الدورة يعني جعلت متوسط ارتفاع اليابسة حوالي 840 مترا فوق بصوة سطح البحر ومتوسط عماق المحيطات 4 كم لدينا قمم سامقة قيمة إفرست حوالي 9 كم تقريبا 848 مترا فوق مستوسطها البحر ولدينا سهول هابطة تكاد تصل إلى منسوب الماء في البحر والمحيطات هذه العملية أيضا تشير إلى شيء من انقاص الأرض من أطرافها لأن عوامل التعرية مستمرة تعمل منذ خلق الله الأرض وإلى أن تقوم ساعة فبري القمم السامقة وخفضها أو محاولة خفضها إلى منسوب البحر والمحيطات منسوب الماء في البحر والمحيطات نوع من أنواع انقاص الأرض من أطرافها عندما ينصهر الجليد المتجمع فوق قطبة الأرض وفي قمم الجبال يرتفع منسوب الماء في البحر والمحيطات فيطغى الماء على اليابسة ويطمر يعني كل الجزر المحيطية كل السهول الساحلية كل ذلات الأنهار كل المناطق المخفضة على سطح الأرض ويكون هذا صورة من صور انقاص الأرض من أطرافها الواحي الغلاف الصخري للأرض تتحرك ليهبط أحدها تحت الآخر وينصهر وهذه صورة من صور انقاص الأرض من أطرافها لكن أبلغ ما وجدته في فهم هذا التعبير القرآني انقاص الأرض من أطرافها أننا لاحظنا أن أرضنا تنكمش من كل أطرافها باستمرار عن طريق ما تفقده من هباءات الغبار والكثير من الغازات الخفيفة التي تنطلق عبر فوات البراكين فتؤدي إلى انكماش الأرض من كل أطرافها وثبت علميا أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل مئة يضع في حجم الأرض الحالية ولذلك أرضنا تنكمش باستمرار وقد يسأل سائل لماذا تنكمش الأرض لأن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة الطاقة ما يساوي أربعة وستة من عشر مليون طن من المادة ولكي تبقى الأرض على نفس البعد من الشمس مئة وخمسين مليون كيلو متر لابد أن تفقد كتلة موازية حسب قانون الجاذبية لو لم تفقد الأرض لابتلعتنا الشمس واحترقنا في قلبها أو انطلقنا بعيدا عن الشمس حيث ذا تجمد ويقضى على كل صور الحياة من هنا نرى أن في هذه الومضة الخرآنية الكريمة أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني معجزة علمية جاءت في كتاب الله منذ أكثر من أربعة عشر قرنا جاءت تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية لأن حقيقة إنقاص الأرض من أطرافها لم تصل إليها المعارف المكتسبة إلا في النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن تم تصوير الأرض من الفضاء لذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة إذا وظفنا الحقائق العلمية لفهمها نفهم دلالتها فهما أعمق ويؤدي ذلك إلى إمكانية إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية وتوظيف هذا السبق القرآن في الدعوة إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة الوحيدة التي يفهم أهل عصرنا وهي لغة العلم وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع دائيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة